نروح بسرعة بقى نشوف ايه اخبار الطاقس ودرجات الحرارة طبعا احنا عايشين وشايفين الجو اليومين دول متقلب بشكل كبير جدا اليومين اللي فاتوا كان الجو درجة الحرارة كانت عالية جدا 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 بالليل فجئنا ان الدنيا بدأت تتغير بشكل كبير والنهاردة الصبح كان يعني الى حد ما بدأنا كده مش هنقول موجة برد بس يعني درجات الحرارة في الانفخاط نشوف بقى درجات الحرارة القاهرة 27-18 اسكندريا 24-16 مرسى مطروح 20-16 الغرداء 33-23 شرم الشيخ 33-24 سماعيلية 27-15 برسعيد 20-17 السويس 28-14 المينيا 28-13 سهاج 30-20 الاكسور 38-21 وكالعادة اسوان اعلى درجة حرارة 40-26 العريش بقى هنلاقي بس اتو اختي بقى يكن برحكة درجة حرارة 37 في القاهرة النهاردة 27 فاخدوا بالكم لانه ده الجو المثالي اللي اكتعيه اوه من بالليل كان بدأ برد يعني برحكت بردانة والنهاردة الصبح طبعا احنا جايين انفجر كانت تل وفي شوية تراب يعني خدوا بالكم ايام دي هي ايام زي ما نقوله ايام العيه هنروح معكم للعريش 23-13 والنخل 23-14 طبق 25 العظمة والصور 15 والطور 30-20 كاترين 26-16 مالس عالم 31-23 30-34-23 حلايب 32-25 واخيرا وسط الديكتا 26-16 دميات 21-18 بلطيم 22-18 والفيوم 28-15 يعني بشكل عام لو هنتكلم في جملة واحدة هنقول انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الانحاء فناخد بنا يبقى بالليل وحنزين اخد شاكت لكن طول يوم طبعا درجة الحرارة بتبقى لطيفة انروح